السلام عليكم السطو على باخرة تجارية عالقة بشاطئ عين سبع لكن قبل الخوف في تفاصيل هذا الخبر لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية تعرضت باخرة تجارية دولية لعطب تقني صباح اليوم الأربعاء قبل أن تجنح نحو الشاطئ الصخري بمقاطعة عين سبع بالدار البيضاء مصادر نقلت أن الباخرة الدولية تعرضت لأعطاب تقنية وسط البحر ليلا في حدود الساعة الثانية صباحا قبل أن يقرر تقمها الجنوح نحو ساحل عن سبع وتفاجأ تقم الباخرة في الصباح بتعرضها للسرقة من قبل مجهولين تسللوا إليها خلصة في الظلام عبر تكسير نوافذها الزجاجية الحادث عرف استنفارا أمنيا كبيرا حيث حلت بعين المكان السلطات المحلية وعناصر أمنية للتحقيق في تعرض الباخرة للسرقة كما تم العثور على آلية حاول القراصنة السيطرة عليها مصادر ذكرت أن الاعتقالات طالت عشارة المتورطين في انتظار توضيحات أكثر حول تفاصيل الحادث ترجمة نانسي قنقر